اهلا بكم من جديد افتتح سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وسعادة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك مكتب الرقابة والتفتيش البيئي التابع للمجلس الأعلى للبيئة في منطقة الشحن الجوي بمطار البحرين الدولي وأكد بن دينا خلال الافتتاح أن تدشين مكتب التفتيش والرقابة البيئية يأتي ضمن حرص الحكومة الموقرة على تسهيل الإجراءات والمعاملات على المستثمرين والموردين وذلك في إطار السعي المتواصل لتنفيذ رؤية البحرين عشرين ثلاثين وقال إن وجود هذا المكتب في منطقة الشحن الجوي سيمكن الموردين من تخليص معاملاتهم بشكل مباشر ويختصر عليهم الوقت خاصة في ظل تزايد البضائع الواردة عبر الشحن الجوي والتي تخضع للرقابة والتفتيش قبل دخولها السوق المحلية مثل المواد والمنتجات الكيميائية تواجد المكتب اليوم يسهل من عملية الحصول على التصريح والإفساح عن هذه البضائع بأزمنة قياسية بدل ما الواحد يضطر يروح للمكتب الرئيسي ويأخذ الموافقات هناك هذا المكتب هو النسخة الثانية من تجربة سابقة قمنا فيها في شؤون الجمارك مع المجلس الأعلى للبيئة بافتتاح مكتب في ميناء خليفة بن سلمان وهذا المكتب في ميناء خليفة بن سلمان حقق أزمنة قياسية بحيث الموافقات التي كانت في فترات سابقة تأخذ أسابيع نزل المعدل فيها إلى 97% من تلك الموافقات تصدر في نفس اليوم و3% تأخذ بحد أقصى يومين أو 3% بالكثير هذا هو المتوقع من بقية الجهات الرغبية أن تحذو حذو المجلس الأعلى اليوم هذا المكتب هو باكورة الجهات الرغبية وهناك خطة لاستيعاب بقية الجهات الرغبية بالتواجد خلال أسابيع القادمة دور المجلس الأعلى للبيئة دور داعم الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين وأي دور يقوم فيه هو دور في دعم للتجارة والتجار في مملكة البحرين اليوم استراد المواد الكيميائية أو سواء استراد الحيوانات أو المواد المهدد بالانقراض عن طريق التفاقيات الدولية ساية الصغيرها يتم بتراخيص من المجلس الأعلى للبيئة فالتراخيص تحتاج إلى مكتب للإفساح لهذه التراخيص وجود المكتب اليوم في مطار البحرين الوطني أعتقد بيسهل إجراء على الاستراد الجوي كان بالنسبة لنا في السابق افتتاح المكتب الموجود في ميناء الشيخ خليف داعب أعتقد لاستراد الكثير من خصوصا المواد الكيميائية عن طريق المكتب المشترك في الجمارك وأعتقد افتتاح المكتب اليوم في المطار بيكون داعم كذلك لإقتصاد البحرين أعلنت برصة البحرين عن مشاركة البنك الأهلي المتحد كراعن فضي لبرنامج المستثمر الذكي في نسخته الثانية وهو البرنامج الذي تنظمه برصة البحرين بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين بهدف نشر الثقافة الاستثمارية والمالية بين طلبة المرحلة الابتدائية في البلاد وصرحت السيدة نرجس جمال الرئيس التنفيذي للعمليات ببرصة البحرين أنهم يثمنون دعم البنك الأهلي المتحد للعديد من المبادرات التي تطلع بها البورصة في مجال المسئولية الاجتماعية ومن جانبه قال السيد ديفيد أولون نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للخزينة والاستثمارات بالبنك الأهلي المتحد إن هذه البرامج تنمي في أبنائنا الطلاب والطالبات مهارات وقدرات أساسية على طريق أن يصبحوا يوما مدراء المستقبل والكوادر والكفاءات التي تعتمد عليها مملكة البحرين والآن نترككم مشاهدين مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم ونبدأ كالمعتاد مع بورصة البحرين حيث تراجع مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.35% بإقفال عند مستوى 1412 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.438.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.679.000 دينار تم تنفيذها من خلال 2.90 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8565 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.37% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 511 نقطة بالخفاض بلغت نسبة 0.37% ليكون الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2643 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبة 0.4% وإلى الكويت حيث تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار مناصفة مع الصين للاستثمار في البلدين وفقا لوكالة بلومبرغ وتدرس الكويت إنشاء صندوق طريق الحرير الكويتي الصيني الذي سيستثمر في مشاريع كويتية تتعلق بمدينة الحرير وتنمية الجزر وقد يتم استخدام أموال الصندوق للاستثمار في الصين ومناطق أخرى في إطار مبادرة حزام واحد طريق واحد وسوف تعمل الصين مع الشركاء الاستراتيجيين الصينيين لترتيب التمويل لهذه المشاريع وهو ما يمكن أن يمنح الصندوق قدرة استثمارية تصل إلى 30 مليار دولار النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل ضريبة بمعدل 3% على إيرادات شركات الإنترنت الكبرى في فرنسا يمكن أن يخلق عائدا يبلغ 500 مليون يورو سنويا أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن الأردن تجاوز التحديات الجيوسياسية في المنطقة مشيرا إلى أن المملكة تتمتع ببيئة استثمارية إيجابية ومشجعة ولفت في لقاء مع قناة العربية على هامشي مؤتمر الأردن نمو وفرص الذي عقد الأسبوع الماضي في لندن إلى أن شهادات دول العالم والمستثمرين في الأردن كانت إيجابية جدا وشدد الرزاز على أن توفير فرص العمل في الأردن هو الهدف الرئيسي لهم وهذا يتطلب استثمارات وبيئة حاضنة للإبداع والمبادرات الشبابية يصوت البرلمان الصيني الأسبوع المقبل على قانون ينص على تغيير جوهري للمستثرين الأجانب في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من خفض التوتر مع الولايات المتحدة بشأن ملف التجارة وتأتي هذه الجهود الحكومية ضمن مساع الصين لحلحلة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وسينص القانون على إلغاء عمليات نقل التكنولوجيا القسرية إلى الشركاء الصينيين وهو شرط مفروض حاليا على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في الصين ويعتبر موضوعا جوهريا في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أعلنت المفاوضية الأوروبية أن اليونان لم تحرز تقدما كافيا في الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها العام الماضي للحصول على ربح بقيمة 750 مليون يورو في منطقة اليورو لكنها قد تستمر في استكمال التغييرات قبل مناقشة وزراء مالية الكتلة للقضية في الحادي عشر من مارس الجاري كما أطلقت المفاوضية تحذيرا بشأن ديون إيطاليا الأخذة في الزيادة محذر الاتلاف الحكومي بثالث اقتصاد بمنطقة اليورو من أن سياسته المتعلقة بالإنفاق تضر النمو الاقتصادي والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية ترجمة نانسي قنقر قال وزير المالية الفرنسي بورنو لومير أن فرض ضريبة بمعدل ثلاثة بالمئة على إيرادات شركات الإنترنت الكبرى في فرنسا يمكن أن يدر عائدا يبلغ 500 مليون يورو سنويا وقال لومير أن الضريبة تستهدف الشركات التي تحقق عائدا عالميا من الأنشطة الرقمية لا يقل عن 750 مليون يورو وعائدا بفرنسا لا يقل عن 25 مليون يورو وقال أن الضريبة ستستهدف نحو 30 شركة أغلبها شركات أمريكية لكنها تضم كذلك شركات صينية وألمانية وأسبانية وبريطانية إلى جانب شركات فرنسية وشركات كانت فرنسية قبل أن تستحوذ عليها شركات أجنبية